ننتقل لمشاهدين إلى كلمة الرئيس التركي رجب طيب أرطغان ممثل وسائل الإعلام الأعزاء المملكة العربية السعودية التي هي إحدى أهم دول المنطقة السنة تناول معها مجالات شتى مثل الاستثمار وغيرها هي دولة تحت الموقع مهما في هذا الإطار إن مقاولين قد أندزوا مشاريع في السعودية خلال العام العشرين الأخيرة قيمتها 25 مليار دولار بالمجموع شركات المقاولات التركية نتمنى أن تلعب دورا أكبر في المملكة العربية السعودية هذه السنة لله الحمد بعد وباء كورونا أديت عبادة الحجون أي تحديدات أو محددات وبحسب الأرقام التي حصلنا عليها من رئاسة الشؤون الدنيا فأن 88 ألفا من مواطنين استطاعوا أداء فريضة الحج هذا العام المملكة العربية السعودية وفرت لمواطنين إمكانات ووفرت كوتا أخرى إضافية ليحج فيها مواطنين المتضررون من الزلزال وبهذه المناسبة أيضا رئاسة الشؤون الدينية نالت جائزة على حسن الإدارة نشكرهم على الكوتا الإضافية التي خصصت لنا أود أن أعرف عن شكر مرة أخرى أسأل الله أن يتقبل كل عبادات حجاجنا بعد جدة ستكون محطتنا الأخرى هي شريكنا الاستراتيجي والدولة الصديقة قطر علاقتنا مع قطر تواصل سيرها على أكمل وجه وبمناسبة زيارتنا فإننا سنتناول إلى جانب علاقاتنا الثنائية المسائل الإقليمية بالتشاور جولتنا في الخليف ستكون محطتها الأخيرة هي الإمارات العربية المتحدة التي تواصل علاقاتنا التطورة معها على كل الإطارات مع الإمارات سنتناول ولا سيما أن الإمارات هي أكبر دولة من حيث زيادة حجم التجارة خلال الأعوام الأخيرة نود أن ترتفع هذه الأرقام إلى مستوى أكبر وأكبر خلال زيارتنا إلى هذه الدول الثلاث فإننا سنسلم فخر صناعة تركية سيارة توق السيارة الكهربائية سنقدم هدية تكون هذه مرحلة مهمة خلال هذه الزيارة بعد هذه الجولة بمناسبة ذكرى حملة تحركات قبرص سننتقل إلى ليفكوشيا وبمناسبة الزيارة فإنني سأجتمع بالسيد الرئيس الجمهورية إرسين تطر لنتناول علاقات تركية وجمهورية شمال قبرص التركية وتطويرها ونتناول الخطوات التي يجب القيام بها في هذا الإطار وبناسبة الميناء الجديد ومهبط الطائرات الجديد في مطار إرجان سنفتتحه وقبل أن أودعكم فأود أن نتناول أمرا يشغل رأي العالم العالمي تعلمون الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا لألا تفتح حسب إلى مزيد من إراقة الدماء والدموع نواصل جهودنا بكافة جهودنا دائما ما قلنا ونقول لا كاسب من الحرب ولا خاسر من السلام وفيما يخص حملة البحر الأسود مشروعنا في البحر الأسود هو مشروع ومشروعنا والحملة التي قمنا بها في البحر الأسود خلدت في سطور التاريخ باعتبارها خطوة إنسانية مهمة ما يزيد على ثلاثة وثلاث مليون طن من الحبوب تم سوقها إلى كافة أنحاء العالم وهكذا فإنه تم الحول دون تعرض الكثير من الدول التي تواجه مشاكل غذائية مشكلة وأزمة في الغذاء هذه الاتفاقية وهذه الحملة دائما ما ذكرنا مدى أهميتها بالنسبة لنا وفي هذا إطار فقد كثفنا مساعينا الدبلوماسية في الأيام الأخيرة وبهذه المناسبة فإني أشكر كل الأطراف الذين كان لهم جهد في وصول الأمور إلى هذه المرحة وتطورها رغم التصريح اليوم فإن رئيس دولة روسيا الفدرالية بوتين تصريحاته فإن رئيس بوتين أنا واثق من أنه راغب في تمديد هذه الاتفاقية والسيد وزير الخارجية سيقوم باجتماعاته في هذا الإطار ونحن فور عودتنا أنا سأجري تواصلاتي مع السيد بوتين وفي شهر أغسطس عندما نجتمع في شهر أغسطس المقبل سنجد وسيلة وفرصة لتناول هذه المسائل وفيما يخص ممر الحدود وكيفية التحرك بشأنه سنتشاور هذا الملف أيضا طبعا بهذه المناسبة للأسف الحرائق في بلادنا ثارت مرة أخرى الحرائق تحديق ببعض مناطق بلادنا اعتبارا من الأمس في مولا وفي مدينة مرسين وفي تشنققل هذه المناطق في خمس نقاط مختلفة حدثت حرائق نشبت حرائق هذه الحرائق إلى حد كبير تمت السيطرة عليها وتم وضعها تحت السيطرة وأنا بالتواصل مع وزير الداخلي ووزير الغابات أجريت اجتماعاتي واتصالاتي بهم وهم يعملون بشكل مكثف وفي هذا الإطار حاليا طوال الليل مروحياتنا التي لها خاصية رؤية في الليل جميع مروحياتنا وآليتنا تعمل للسيطرة علي الحرائق وقوى أعمال التبريد بعد الحريق تواصل أعمالها وإلى جانب هذا كله التواصل مع روسيا تم توفير آليات فيما يخص إخماد الحرائق من خلال التواصل سنسعى لنوفر فرصة لتوفير طائرات أنتونور الكبيرة التي تملك خاصية إطفاء الحرائق وأنا أرى أن هذا سيسرع الأمر وسيسرع إخماد الحرائق وحل هذه المشكلة بشكل سريع وبهذه الأفراري وبهذه المشاعر كلها فإني أتمنى أن تكون هذه الخطوات كلها وسيلة إلى خير وتعود على بلادنا وأمتنا بالخير أحييكم جميعا من صميم قلبي تفضلوا نبعنا مشاهدين الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردغان في الإحاطة الإعلامية مباشرة تزمن جدة حيث أشهد بتطور العلاقات مع الدول الخليجية وإلى هدفه بتعزيز هذه العلاقات تحديدا على المستويات التجارية تطرق إلى مسألة تمديد اتفاقية تصدير الحبوب مع روسيا وقال بأنه سيتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين وفي شهر أغسطس خلال لقائه بالرئيس الروسي سيتم معالجة الموضوع بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردغان ترجمة نانسي قنقر